اشتركوا في القناة ويجب الحارس أن يصلي الجمعة ظهرا ليقوم بحراسة ما ذكر لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر وكذلك عمال المصانع الذين يترتب على ترك عملهم ضرر كحدوث حريق ونحوه فإنهم يعذرون بالتخلف عن صلاة الجمعة ولكن إذا أمكنهم صلاة الجمعة في المصنع لزمهم ذلك وإلا صلوا ظهرا وقد سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن جماعة من الموظفين يتراوح عددهم ما بين ثلاثة عشر وخمسة عشر موظفا يعملون في مصفات بترول بإحدى المدن ويصلون الجمعة في مكان العمل نظرا لأنهم لا يستطيعون الخروج لصلاة الجمعة لظروف العمل فأجابت اللجنة إذا كان الأمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل عملكم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والخلاصة أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة فيها خشية سرقة المال أو احتراقه أو تلفه أو حصول ضرر بغياب شخص ضرر جاز التخلف خصوصا لمثل الحارس والمراقب ونحوه ويصليها في هذه الحالة ظهرا أما إذا كان سبب التخلف عن صلاة الجمعة فوات ربح أو زيادة إنتاج لكن فإن الآخرة مقدمة على الأولى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فيقول لو أوقفناهم لصلاة الجمعة فإن هذا الخط الإنتاج سيقل اليوم الجمعة الإنتاج في بدل مئة صير تسعين فنقول فكان ماذا؟ الدنيا فانية المصانع والمزارع والآخرة هي الباقية وقد أوجب الله علينا هذه الصلاة العظيمة فلا يجوز التفريط فيها ولذلك يجب التدقيق في أسئلة الناس الذين يسألون عن عذر سقوط الجمعة هل هي القضية حصول ضرر أو فوات ربح وإنتاج أقل هذه مهمة جداً في قضية الفيصل هل هو يعذر في ترك الحضور الجمعة أم لا وأيضاً سنفرق بين المصلحة العامة للمسلمين كرجال الأمن وبين المصلحة الخاصة للإنسان التي لو فاتت يحصل عليه كما قلنا شيء من فوات مصلحة فقط لكن لا ضرر ولا حريق ولا سرقة ولا ذهاب الأهل فإذا التفريق مهم في هذه الحالة والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع معلوم أن المحلات إذا أقفلت سيقل الربح معلوم أن المحلات إذا أقفلت فإن المبيعات ستقل لكن نحن نتكلم عن ماذا الدنيا وآخرة والغباء العلماني كما قلنا لا يرى هذا لا يرى إلا زيادة الإنتاج وزيادة الأرباح وزيادة المبيعات وزيادة وعندهم الغباء العلماني الذي يمتد طبعا إلى الغباء العقلاني المصادم للأدلة وليت عندهم عقول صحيحة أم يقولون الدين أمر بالإنتاج الدين يأمر بعدم تعطيل الإنتاج طيب يقول فيفطر العمال في رمضان ويتوقفون عن صالة الجمعة وهذا يعني شأن يعني أصلا هو شأن الكفار الذين لا يرون الآخرة أصلا ولا يقيمون لها وزنا ولا يرفعون بالعمل الصالح رأساً فمثل هؤلاء يعني يترك الإسلام كله وهو فقط يترك صلاة جمعة ولذلك الفرق الأساس الأساس بين أهل الإسلام وأهل الأوثان أو أهل الدنيا وأهل الآخرة هو أنك من الفروق يعني ما هي الأولوية عندك الدنيا ولا الآخرة هذه القضية إذا تعارض عندك مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة ماذا تقدم هذه قضية أساسية وجاء في فتاوى لجنة دائمة صلاة الجمعة فريضة عينية لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة أو نحوها لأن هنا الآن ستثور أسئلة طيب والطلاب والجامعة والمبتعثين والذين يدرسون في أماكن لا تتوقف لصلاة جمعة ولا جماعة ولا في أذان إذا كان سبب التخلف عن صلاة الجمعة حضور حصة دراسية لأن معرقة الدين في هذا الزمان وغلبت الكفار على الأرض في تعطل للعبادات وفي تأخير وفي عدم احترام ولا رعاية أوقات في كثير من الأحيان فهنا المسلم مطالب بالوفاء لدينه والثبات عليه والقيام لله بالحجة وأنه يزداد تمسكاً بالعبادات والفرائض أحرص عليها ويحتج عند من لا يراعيها ويطالب بمراعاتها ويطالب بتخصيص أوقات للعبادات ورابطة الطلبة المسلمين في الجامعات الغربية والشرقية وفي الأرض تطالب بوقت بتمكين الطلبة المسلمين من حضور صلاة الجمعة لابد أن يرفع بذلك الصوت والكلام والكتابة حتى يكون لأهل الإسلام هيبة ولدينهم قيمة ولعباداتهم وزن سؤل الشيخ بن عثيمين رحمه الله السؤال التالي أنا أحد الطلبة المبتعثين للدراسة في رؤية المتحدة ومن معروف أن يوم الجمعة يوم دراسي هناك ففي هذا اليوم تتعارض مواد الدراسة مع صلاة الجمعة التي تقام في مسجد المدينة الصغير الساعة الواحدة والنصف وليس بإمكان التوفيق بين هذه المواد والصلاة في وقت واحد علماً أنه ليس هناك بديل لهذه المواد ما في مثل فصول أخرى أحياناً المدرس يكون عنده حصتان إذا غبت عن الأولى أدخلك في الثانية وليس هناك بديل لهذه المواد وهي مواد أساسية في التخصص ولقد تمكنت من الاستئذان من مدرس المادة في أحد أيام الجمعة ولكنه قال لي لن أسمح لك مرة أخرى لأن ذلك يؤثر في مستواك الدراسي فماذا أفعل؟ فأجاب رحمه الله أرى أنه إذا كان يسمع النداء فإن الواجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة لعوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا كان الله أمر بترك البيع مع أنه قد يكون مما يضطر إليه الإنسان أو على الأصح ما يحتاج إليه الإنسان كذلك هذه الدراسة يلزمه تركها والحضور إلى الجمعة أما إذا كان المسجد بعيداً فإنه لا يلزمه الحضور إذا كان يشق عليه الحضور إلى مكان الجمعة طبعاً سنأتي إلى قضية القرب والبعد وكم المسافة التي يجب عليه الحضور منها إلى آخره كل هذه القضايا في الغالب يمكن جدولتها والأنظمة الحديثة وهذه من فوائد يعني كيف يخدم كيف تخدم التقنية الدين لما يوجد في نظام ما يسمى بالأتمة التلقائية في العمل يعني الآن لا تقوم مقام الإنسان هذا النظام أو هذا المبدأ في التقنية يحل لنا إشكالات كثيرة ولذلك من خدمة الدين بالعلم الدنيوي أن يكون هناك توظيف لهذه التقنية في الاستغناء العنصر البشري على أقل وقت فات الجمعة وفي كثير من الأحيان لا يأخذ الأمر من وجود كفار في العمل يقومون بالواجب وزيادة وآخرون حتى من المقصرين والعصات يعني أحياناً تجد الحل موجود بطريقة أو بأخرى الشاهد أن الواحد إذا أفتقوا الله ما استطعتم هذه الحرص عليها سيؤدي إلى تذليل كثير من العقبات ترجمة نانسي قنقر كثير من اللحظة تم أوضروح تم Hilary موس Vere